ما تجربش من بنت يا معتصم فاهم؟ إلا برضاها يا حاج خلونا في المهم العمودية ترجع تاني لعيلة العطار وده عشان ننسى اللي حصل ونعتبر انه أصلاً ما حصلش عيلة عبدالهادي وعيلة المحمدي دلوقتي بقى ما منهم نسب يعني ننسى الخلافات القديمة عايزين الخير يقوم مع الكل أنا مش هغلط غلطة أبوية تاني وانت يا حاج وفيك ايوة هتفكر تغلط غلطتك دي تاني عشان لو حصل أنا همحي عالتكو كلها من الوجود التجارة والعمودية هتبقى في إيد عيلة العطار زي زمان الأراضي هتبقى تحت قديكم منتو الاتنين شرق الرشاح هتبقى لعيلة عبدالهادي وغرب الرشاح هتبقى لعيلة المحمدي دا كلامي ايه قولك يا حاج نغرى الفتحة جريت قابلك دي غصب عني يا زكريا يبقى تقراها المرات دي بمزاجك ها ايه قولك تقولت ايه يا عام الحاج احنا باجينا نسايا ما تبصليش كده نغرى الفتحة لي يا نادي حبيته اكتر ما انا حبيته يمكن بس هو حبك اكتر كنت دايما بشوفك في عنية كان كتير قوي بيغلط بيقولي هايتي كان معايا بيسم لكن قلبه وعقله معاك انتي اللي بيحبه ما بيخانش زكريا ما خنكيش يا هايتي انا اللي كنت بحبه وانا اللي كنت عايزة يبقى معاه يمكن يكون حبي فيه حاجة ملاهاش فيك بس انا متأكدة ان كل لحظة كان نفسه يبقى معاك انتي قطر خيره والله واللي زيك بقى كده كان بيحس انه نايم مرتاح وواخده من بيته واهله بس 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 ايه الطريقة دي ربنا سعد بيحقق احلامنا وانا طول عمري ما عاشتش في حياتي غير ظلم انا حلمت براجل زي زكريا بس عمري ما عاشت فعالة نظيفة زيك انا كتير قوي الناس كانت بيبصلي بنظرة واحدة مش كويسة عشان مجرد ابويا صاحب كبريا ساعات كتير قوي كانت بيبقى نفسي في حاجة ما لقيهاش وحتى بنامع لما خدتي وانا مش مبسوطة لحد ما ربنا رزقني بزكريا وساعاتها ما كانش ينفى عن انا ما تنسكش بيه يا هيدي انا صبرت كتير قوي ما صبرتيش قد ما صبرت انا هنا دي ما صبرتيش انا طول الوقت حاسة ان فيه بينك وبينه حاجة وما بكلمش دايما حاسة ان فيه حاجة انا قصت منه وما بقيتش بتاعتي وما بكلمش كان نفسي ابقى قوم بس حب الزكريا كان اكبر وما بكلمش ازيانا ديالي في بطنك دايبة ابن زكريا على فكرة زكريا بيخلف وما رضيش يجرحك ويقولك ان المشكلة منك ينسي يا عادي ما تحرمنيش من انا عايش لحظة واحدة جنب زكريا نعم وكما تحرمى ايتي انا صفية عاش من يشايفك عاش من يشايفك يا صديقين يا عم مساعة ما بقيت نجم يا علام وانت ما حدش قدك ولا حد بقى يشوفك دلوقتي ما تشوفش وحش يا جلال وانا ما اظنش ان شوفتي هتبقى حلوة اوي الله ليه كده ليه 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 بس يا سمي كده شوف يا جلال نعم احنا حقنا اللي عندوكو لسه مجاش وإحنا استنينا عليكو كتير قوي ليه كده ده كان دعب عيال وخلص وانت يا سليم يا اخويا خلينا نفضى بقى للحلاوة والمكسب وما ليه وكلنا نكسب كده ونبقى تمام مع بعض ما عشان كلنا نكسب ونبقى تمام يا جلال لازم الحق يرجع يا اخويا والحق بيقولي بقى الاين بالاين والسن بالسن والصباح بالصباح ما ماشي السكات يا سليم ما قلنا بقى ان دارع بعيال وخلص وانتهينا لازمته ايه الكلام ده بقى ده بقى ديه على رأيك مالوش لازمة ما شاجل بس فارس اللي هو صاحب الحق بره اللعبة ومروان بره حق فارس قولك يا سليم يا اخويا اي حاجة انت عايزها من مروان وانه انا احنا يا لك يا سليم ماذا بدي؟ رعابتك سدادة فعلنا جلال وقال خلاص قضي للامر عن اذنك لا والله ادخل سيب بنا عزازي برا يا باشا خليه ادخل يا ابن افضل يا باشا اهلا 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 انا سيب ايه ازاكوا سيب ايه تمام والله عليك وحشة لو كنت وحشتها كنت سألت عني فانا فينك كده اهو بعدوني عن القضية احسن مداش نفسك عسى ان تكرهوا شيء انوى وخيروا لكم القضية دي مش ملعبك قضية مش سلكة انت اللي بتقول كده سيب ايه انت كنت تديني معلومات عشان نقطة زكريه كنت غلطة ده ربنا بيه قبل التوبة مش زكريه اللي انت بتدور عليها على فكرة انا عارف انه بدول ما كشفته بس ساعات اللي عين بتبقي خدها دور كويس في تحياتي في تقريل التب الشرعي ده شغلك اوي سب بيه بعدين ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتزبحوا على ما فعلتم نادمين انت يا زكريه من حياتك خالص وسيب ان انا بقى افكرلك في اللي جاي انت حبيبي خير يا سراك من يوم العملية ما سمعتش منك حاجة اقل لي جد لا الحقيقة ما في شي جديد ابدا كله ممكن قوله صار قديم بالنسبهلك وما ده مسار قديم اذا مرشت يزون تقوله تاني زي ان العطار اللي يرحمه كان رجل محترم وربنا حبه وعطاه كل الخير وانا عمري ما طلعت بخير غيري انما هلا بسبب هالظروف اللي احنا فيها مش قادر شيلك من قدام عيوني يمكن كان لازم بقول هالشي من زمان فاسلع قوله تفتكر من الرجولة انك تستغل ضعف اللي قدامك ما تفهميني غلط يا مادام انت بحاجة لرجل يوقف حدك وانت عارفة اني قد هالحمل يعني انت كنت مستنى اللحظة دي ان زم يموت واني بقى لوحدي وتفتكر اني ضعيفك على ما يبدو فهمتيني غلط انا جاي اطلب اللي كان لازم اطلبهم زماني لو كنت عرضته زماني كان حيبقى طلب مرفوض زي ما هو دلوقتي برضو طلب مرفوض عشان انا زي ما دا ماتغيرتش عن زماني وعمري في حياتي لحد ما موت ما حسمح اني اسمي يرتبط باسم راجل تاني غير زيني على فكرة طلبك دا مزعليش بالعكس دا خلاني اعرف اني لسه بحب زيني وحفظ على حبه الاخر يوم في عمري وانه بعضه وفراؤه ليه لا ضعفه ولا حيكسرني بالنسبة للكسر ما عاش ولا رح يكون اللي يكسرك هاي دي مضمونة نورتني اسرق شكرا على استنبيلك حياتي تبطل بقى يا اما شغل لو انت اللي احنا بنعمله دا كلش وقت تعبانة الحقن السكر الحقن الضغط خلي بالك هتبقى تعبانة بجد ومش هجيلي حروح إمتى للأسر يا يحيا؟ عادي النيل على الأسر واسنين للأسر يا أما أنا اللي في دماغي أكبر من الأسر بس هو في دماغي وكبر ومعشش وعاوز أخرج من الحالة المتوقع دي وبروح هناك بيك بقى من غيرك حروح ده حق يا يحيا يا أما هاشم بيتكتك وهيوصلني ويوصلك للأكبر من الأسر إنتي بس لو تبتكى على الصبر شوية أخسن بالله كل حاجة هتبقى عاد أصبري أكتر من كده موقوس ولا اوه هتنسى نفسك أنا ربيتك بطولي وإنت لسه حتة لحمة كنت أبوك وإمك وكل حاجة هتقل بعي الخيخة هيخسار التربية تيه لا أنت أبني ولا تلزمني هو أنت عايزة يا أما دلوقتي عايز أن أروح أدباحلي الكل اللي في القصر عشان تسجن باية عمري ده لا يريحك لو رايحك قوليلي وأنا أولهولي لا يا رحمة أنا عاوزك تسمع كلامي وتمشي ورايك صاحب بلين كداب يا أما أنا مش همشي وراك ووراء عم هاشم أنا ووراء عم هاشم لحد ما مصلحة تتقضي أنا دخل نامي يا أما ربنا ما يحوجني ليك قادر يا كريم حاسب يلا هو أن أعمل وكيل يا رب يا رب ما تكسب أبدا يا يحيا ليه يا أما ابتدع لا ليه ده اللي أنا فيه ده هكونه بسببك أنت يا أما ده أنا مش هايشغل عشان أرضيك وبس إنت السبب في كل اللي بيحصلني ده إنت اللي رضعتيني كورس دين العطار علمتيني إن ده محلالي وإن عدوت ومان بربنا اللي ما بينساش ما علمتينيش أبقى مجانه وأنا خلتين أحلم بالأسر وأتمنى باعاش جواه حرام عليكي بقى يا أما كفايا صاحب أقوي كده يا أموحي ربنا ما رضاش بالظلم ما رضيش بالظلم اللي هو عمل وزمان ولا هيرضى بالظلم اللي أنت عايزة تعمليه دلوقتي نسى مالك وماشي يا أمو دا كبريح يا نفاجر من النور يا سليم بيه أول مرة تيجي في النهار بقولك يا رايق أنا مش فيقلك فوقك بقى مش شويتين بتوعك دول وخليها نشوف الموضوع اللي إحنا جيين عشانه عشان بعد كده في مواضيع كتير بيني وبينك عايزين نقفلها مال فين الراجل اللي أنت أولتلي أنقعد معاه لا ما تلاقش زمنه على وصول دا مواعيده مظبوطة بقولك بيظبطوا عليه ساعة البورصة أهو الصلاة أهو؟ يا ألف حمد الله ع السلامة يا صباح الفلة والنبع الجميل يا صباح الحفيف الحالم والإزاهير تعال يا سيد الكل السلام عليكم السلام ورحمة الله الإزازة دي أنا جايبها مخصوص عشان الناس الحلوة والليلة الحلوة واللمة الحلوة إيه رأيك؟ افتع السليم بيه غني عن التعريف ومش غني عادي ده غني غنى فاحش أهلا وسهلا ياسر بيه أستاذ الكيميا أخصائي في استراد المركبات اللي بتسحل الدماغ الساحل ده السموعة ديه أه أهلا وسهلا أهلا أهلا أصب بلك يا مولانا جراف فتحي ما أنت عارف أن ماليش في الخمرة خش في الموضوع على طول مش كيفانك ما عدنا في المكان المبوء ده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم خش يا عم خش مولانا السيف العزازي أهلا ما تقول أنت الكلام بقى يا ياسر بيه زي ما قال فتح كده أنا وأعوذ بالله من قولت أنا أنا رجل بتاع الكيميا ما شاء الله وأعلم الإنسانة ما لم يعلم لا وإيه وصنع محلي جمال تفضل بيش والأخير وكله موجود إن عيلة العطار ما بتشتغلش في المخدرات قلت له يا كبير بس آخر مرة شفتك فيها حسستني إن حاجات كتير ممكن تضغير الله يرحمه زين كان دايماً يقول إن الرصاصة تقتل واحد بس إنما سرنجة واحدة ممكن تقتل مية لإن ما فيش حد بيدرب إلا لما بيخل اللي حوالي كلهم يضربوا هم كمان الله يرحمك زين بي وينور أبرك يا رب بس يا سليم بي كل وقت والوقتان يبقى نفرش السجاد ونصدي مع بعض العصر الجماعة جراه فتحي ما توزبط بقى الجيل الجديد ده مش بيماوت يا سليم بي ده بيعايش بيعايشك في رحلة تلف فيها حوالي العالم وانتقعد مكانك وبعدين إحنا ما نضربش حد على إيده عرض وطلب وأنا بيع مش أكتر يمكن في أيام تانية وظروف تانية ما كناش حطينا إيدينا في إيدين بعض إنما إحنا النهار ده إيه المقابل؟ يعني التفاعل ما؟ لا لسه حان الدفن فتحي الرأي قال لي إنه عندك رجالة ما فيش أكتر منهم الرجالة موجودة كل واحد من رجالتي عنده شوية عفريت مكمرهم قول لي بس انت عايز إيه؟ الرجالة بس دول هنعوزهم بعدين إنما دلوقتي بقى أنا عايز عفريت عفريت يعرف ينط وينسحب ويخلص وينسحب أحضره لك وتصرفه